بسم الله نثبت لا هذا مشارك على طيب رهاء الحربي الله يعطيها العافية ألف مبروك خمس آلاف ريال مقدمة من قناة الواقع الفضائية طيب خلنشكر الرعاة شكراً لعسل نجومة الرعاة الرسمي لبرنامج شعر قمة 2 كذلك الشكر موصول للستوديو ومقامات الله يعطيهم العافية الآن لحظات الحسم لحظات الإعلان عن كرتين ذهبية الكروت الذهبية أتمنى الأخوان في الكنترول يبلغوني إذا جاهزه طيب أنا بستأذن من أخواني ما ليه يتوقع الكرت الذهبي فيصل البلدة كان لها يعني بيتين وجاروها الكثير من الشعار تتوقع الآن يا فيصل أنك رح تتأهل بكرت من اللجنة نقول إن شاء الله وإن الكرت يذهب للكويت بإذن الله ما جئنا من الكويت بلاش ما جئت من الكويت أتمشى الله الله وإن نذهب للكرت أسأل الله أسأل الله طيب عطوني الإسم عطوني الأسماء لو تكرمتوا طيب اليوم الحلقة نارية والتنافس كان محتدم وأتوقع الكروت الذهبية ما تم اختيارها بشهولة أتوقع ومجرد توقع إن من رأيي للجنة وكذلك للجمهور بدر صح كان لك مشاركة نارية وكان في ثناء كبير لك من اللجنة مرئياتك راح تروح معنا للتصويت ولا راح تروح بالكرت الذهبية عكروت الذهبية أثنين اثنين واحد من هذه طيب طيب أعلن عن الكروت الذهبية توقعنا على الله الشاعر محمد الصوات كيف أمورك طيب اسمحوا لي بس المسرح مزحوم شوي ما راح أعلن عن الكروت الذهبية في البداية راح أعلن عن الشعراء شاعر شعرين أو ثلاثة اللي راح يروح معنا إن شاء الله لمرحلة التصويت إعلاني عنهم لا يعني أنهم هم الأقل في الدرجات هذه ملاحظة للجمهور محمد تتوقع كرت ولا تصويت الله جاب لك التصويت يا محمد نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في يوم الاثنين القادم ترى أنا عندي مشكلة مع الأسماء ونعم أبو محمد طالع الكني راح يكون محمد إحساسك مش توقعاتك والله التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى لكن حنا يعني وصولنا للقناة الواقع ونعد المصيدة قدام اللجنة التحكيم هذا شرف كبير والله يكتب لي بخير ليه وليه أخياني كله الله يوفقك يا أبو محمد أبو محمد راح تروح معنا للتصويت إن شاء الله التوفيق الحبيب السادة من الإخوان أبو سالم اللي قال وحده من الكروت لي علي يب السيقان المري لبيه أنا بحرق السعرات عندي هي أهم من حرق العسل علي من دولة الإمارات شرفتنا ولأننا نحبك راح تبقى معنا حتى الأسبوع القادم إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق في التصويت وفيما يخص تقليل أبو سالم راح تبقى معنا في التصويت أبو سالم التوفيق سينطلق بعد الحلقة حتى يوم الأثنين الساعة الثامنة مساءً أبو سوم الأثنين الساعة الثامنة مساءً طيب تتوقع ناصر يروح للكويت والله بالردية اللي بلاش أخوي زاد من أبعار رديت عليه أقول لي أمنافسيني كان جيت المياديين فعلي يبين قبل ينطق لساني المركز الأول خوي من سنين المركز الأول خوي من سنين أكدولي ثاني الكروت الذهبية بس أعطوني الاسم أكدولي ثاني الكروت الذهبية اللي حصل على ثاني أعلى درجة اللي حصل على ثاني أعلى درجة من قبل لجنة التقييم الأستاذ سلطان بن وسام الهاجري وكذلك الأستاذ وصل الإعطياني وكذلك الأستاذ المعتق العياضي أكدولي الاسم ألف مبروك للحاصل على الكرت الذهبية الثاني بما معناه أنه حصل على ثاني أعلى درجة في حلقة الليلة يروح المين؟ يروح المين؟ يروح المين؟ يروح العمر؟ ولا فيصل؟ ولا الكويت؟ ألف مليون مبروك العبدالله بن ثايب شلوي ألف مبروك عبدالله وش تقول جمهورك؟ وش تقول اللجنة اللي حصل على ثاني أعلى درجة؟ أقول الله يبيض وجيهم؟ لأنه مائسة اللي ينتبرك والمليون بحيث القمس بحد ذات وقوفي قدام اللجنة دولة هو فوز والله هنكن يبقى للذهب من قبل وأتمنى لخياي التوفيق إن شاء الله والله يبيض وجيهم أوجهك يا حبيب أستاذرك سكر اللتهم نشوفك في مرحب 24 الله يحب ألوك مبروك طيب أعطوني اسم صاحب الأعلى درجة الكرت الذهبي الأول ناصر تتوقع يروح الكويت؟ بإذن الله من أين من الكويت يا ناصر؟ من أجهر ونقدمنا شيء اللي يرضينا وتوافيق عند الله والله يعين اللجنة لأننا ما شاء الله مستويات فالله يعين اللجنة شون تفرق بين الشعار لكن الله يجملنا إن شاء الله آمين وأنتم جمل يا ناصر رح تبقى معنا إن شاء الله الإسبوع قادم بإذن الله نتمنى لك التوفيق الله يتلعون شكرا لك يا ناصر الله يتلعون يا عادة العابية استهدنك أبيصل خطنتين استهدن الشعراء رح تبقى معنا إسبوع أنا أخلاف الله يبيض وجهك وتمنى لك التوفيق شكرا لك يا أخلاف شكرا لك يا أخلاف استهدنكم أخواني الشعراء خلونا نعلن عن الكرت الذهبي الأول واللي حصل على أعلى درجة اللي حصل على أعلى درجة صاحب الكرت الذهبي الأول ونذكر بأصحاب الكروت الذهبية في الحلقة الأولى حصل على الكرت الذهبي الثاني الشاعر زايد بن إذعار سبيعي وحصل على الكرت الذهبي الأول من دولة الكويت الشقيقة ومن دواوين الإجهرة الشاعر بدر بن سند الضفيري والآن حصل على الكرت الذهب الثاني الشاعر عبدالله بن ثايب شلوي وحصل على الكرت الذهبي تتوقع من؟ أنا وأنا أخو نور تتوقع من؟ تتوقع أنها أنت؟ تتوقع من؟ تتوقع من؟ كلكم فيكم خير ولكن ألف مليون مبروك للحاصل على أعلى درجة من قبل أعضاء لجنة التحكيم والتي بموجبها راح ينتقل معنا إلى مرحلة الأربع وعشرين المرحلة ما قبل الختمية للنماس والمليون وراية القمة ألف مليون مبروك لللي قال لي ونخو نور فاصل البلد العجاني فات الخيال البعدة ما باقي اللي تكتب وتطريب اسماء وتخلد اسمك مع بيوت القصيدة والمبدع اللي في المتاء هات ما ضاع حرى الهجوس وكل دا يريد صفاء ألف مبروك فيصل الحاصل على الكرت الذهبي الأول بعلى درجة وش حاب تقول جمهورك وش حاب تقول الناس من وراء الشاشة والأعضاء اللجنة اللي يعطوك هات ثقة أول شي اللي تعلم منهم الشي الكثير الله يبي يقبل وجيهم ويطول عمارهم ويعينهم على الحق للأمانة احنا من بدايتنا في الشعر وانحنا نتعلم منهم الشي الكثير أما من ناحية الجمهور اللي حضر الله يبي يضوجيهم جميع على تعبهم على مشوارهم واللي خلف الشاشات الله يبي يضوجيهم وما قصر اختصر عليك وشتقول الشعراب اللي بنفسونك في مرحلة الشرين زايد بن ادعار موجود هنا وش تقول أنا أقول ماذا زايد بن ادعار هو يقول الأرضي والمكان ومكاني وأنا أقول ترى الوعد لا من تلاقي الحفيفين ثم بيّن الأصلي من التايوان طيب يا طيب خلونا نذكر للجمهور الكريم بأن التصويت بإذن الله للعشرة شعراء راح يبدأ بعد الحلقة وينتهي يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء عشرة شعراء أربع منهم بإذن الله راح يرفقون الشاعر عبد الله بيتاب الشلوي وكذلك الشاعر فيصل البلدة العرجاني كل الشكر لمن تابعنا خلف الشاشة وكل الشكر لأكثر من ثلاثين ألف تابعنا عبر منصة اليوتيوب وكذلك كل الشكر لزملائي وإخواني الحضري في المدرجات والشكر الأكبر بكل تأكيد لإخواني الكبار أعضاء لجنة التحكيم إلى أن نلقاكم يوم الاثنين القادم في تمام الساعة التاسعة مساء أنا عادل بن هيف أقولكم في أمان الله شكرا شكرا